إيمانا منهم بتطوير أفكار الأطفال وتنمية قدراتهم ودفعهم نحو الابتكار نجح الشاب شريف ورفاقه من حما بوزيان في افتتاح مركز خاص لتعليم التكنولوجيا الحديثة والروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي الفكرة جات بأن تطورت الحديثة على مستوى منهج تعليمية الحديثة والمبتكرة من طرف خبارات طربية من أجل إدخال الأطفال في رياد الأعمال مبكرا والمشتعليمي الذي نقرر فيه هو من كوريا نمتبنيت 35 دولة وهو برنامج عالمي وكذلك تتبع الاتحاد العالمي للروبوت والشباب ليرسي أعلمهم كيف يستخدموا التكنولوجيا وينميوا قدراتهم الفكرية ويختاروا حواج جديدة إن شاء الله في المستقبل ويكونوا يديروا حواج جديدة إن شاء الله للجزائر مشروعهم لاقى تجاوبا وإقبالا من قبل الأطفال بمختلف الأطوار والأعمار كما يسعى الشباب إلى الذهب بعيدا بمشروعهم في تكوين أجيال المستقبل وتشريف الجزائر في المسابقات الدولية من ناحية تفسد الأمر هم بكل يبرمجوا بالصح طريقة البرمجة تختلف مثلا تبدأ 7 سنين 8 سنين يبدأوا بلي بلوك برك يكتبوا التكست في صحمة 13 سنة وطلع يبدأوا يكتبوا التكست سحهم في الأردوينو ولا في الليسانسية ويتعامل باللغة C++ ولا البيثان شاركنا في المسابقة العالمية للبرمجة عن طريق تسكرات الشتروة بماليزيا والحمد لله تحصل الطيف من مركز الإبتكار والتكنولوجيا على المرتبة الثانية من أحسن 20 مبرمج عالميا اكتشاف الأطفال المبدعين وتطوير قدراتهم وتأهيلهم إلى المهن المستقبلية إن شاء الله التي تتمشى مع تطورات الحديثة شباب طموح قرروا الاستثمار في قدرات هؤلاء الأطفال من أجل تكوين أجيال بإمكانها حمل مشعل بناء وخدمة الوطن